والنصر قريب وجئتكم من هنا من السباة لنبع يقين لنبع يقين وليعلموا شيعة الشوارع والمتحوثين أنا لهم في المرسط اليوم وغدا وبعد غدا بإذن الله عز وجل بإذن الله عكم الله أخباركم يا شباب أخباركم طيب يا أخبار أقوه مع المرفوق إن شاء الله لنشكر التحالف على التعامل أخبار أتكرر نحمده ونشكره معنايات مصرح وتقدم منتصارات وإن شاء الله نهمت حورين ونشكر القيادة العسكرية والقيادة السياسية ونشكر قوة التحالف على التعامل الصادق مع شكاهم في اليمن ونشكرهم من أعمال قلوبنا ونقول لهم دولة المتحوثين فما قال القائد لو طلع إحسان بدر الدين من قبرة ما وصلوا إلى ما يتمنه ورب الكعبة واليوم الحمد لله تم بعون الله خسائر كبيرة للعدو في العتاد والأرواح وبإذن الله نحن قادمين إلى الجوبة وكل محافظات اليمن وبإذن الله نقد نطهر اليمن من هذا السرطان الخبيث الذي دخل في صفوف اليمنين بإذن الله بإذن الله انقد نصف في العرب من شرورهم لأن هذا ولا بد العباد والعباد انتهوا كل أعراض انتهوا المحرمات انتهوا المساجد وبإذن الله نحن بعدهم بعدهم إلى آخر آخر جر فيهم في مران والله المعلويات عالية في نطف السحاب ضمن اليوم بهجوم على المواقع العدو وخسائر كبيرة فيهم في الأرواح وفي العتاد ولا زال الهجوم مستمر حتى هذه اللحظة وبإذن الله يتم قطع الأمداد ويتم السيطرة على جميع المواقع الميليشيات الحوثية وباتجاه جميع الجبهات وبإذن الله الهدفنا إلى صنعه وإلى صعده لتحرير الميليشيات الحوثية في جميع المحافظات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله المعنويات تعانق السحاب والأبطال في الميدان يسطروا أروح البطولات وإن شاء الله الجوبه قادمة ومندريات جبل مراد والبيضاء وأبطال العمالقه من اتجاه الجنوبي والجلس الوطني وابناء القبائل الشرفاء لا زالوا في الميدان يسطروا أروح البطولات والميليشيات الحوثية معنوياتها صف ومنهارة ولن تدوم لأشهر قليلة حتى تتحرص نعه بإذن الله اشتركوا في القناة